بالعلم وي العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق انا اسمي عمرى عبد جاوف مدرس الفرماكولوجي في صيدوكوز ازيل والنهاردة ان شاء الله هنبقى ساعة في مزء خاص بالنيفولوجي طبعا انا في الاول حالة اشكر الكثير للقائمين على الموضوع دوت الامن شايف ان دية حاجة فريسة جدا ان احنا نستخدم بعض التقنيات الجديدة فان احنا نحاول ننشر المعرفة والعلوم الصيبولية بتاعتنا ونحاول نستفيد منها على قدر المستطاع ان شاء الله كده يا جماعة الصوت واضح كده يا جماعة الصوت واضح نكمل ان شاء الله النهاردة ان شاء الله في الموضوع بتاع نفولوجي احنا هنتكلم في موضوعين و هو الاولاني بنweisen لله هنتكلم على حاجة اسمها او بس قبل ما نبدأ نتكلم على الموضوع دوت بالتفصيل قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت بالتفصيل ان شاء الله اه حابين ان احنا نسترجع بعض المعلومات الاساسية. اه اللي هي ممكن تفيدنا بعد كده ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله لو اعرضنا الصورة ديت. اه طبعا الصورة دي كلكم انتو عارفينها. هي صورة ليه? النفرن. اه انتو طبعا عارفين ان النفرن دوت. اه بيتكون من اجزاء مختلفة. اه النفرن هو الوحدة اللي بتبني الكدني. ولو جينا نتكلم عن الكدني بصورة عامة. انتو كلكم عارفين ان الوظيفة الاساسية للكدني. اه بتده يا جماعة الصوت واضح? طيب. اه احنا كنا بنقول ان حضراتكم كلكم عارفين ان الوظيفة الاساسية بتاعتها ان هي مسؤولة عن عملية. اه طبعا الخاص بالتوكسنس الخاص بالووتر الخاص بالسوبستنس اللي موجودة في الجسم كلها. طيب هل في وظائف تانية موجودة للكدني او الكدني بتقوم بها? او عندنا وظائف تانية. ان الكدني بتلعب دور مهم في عملية الميتابوليزم. لها اه على سبيل المسال بيحصل منها لبعض زي آآ بيحصل برضو لحاجة اسمها دوت بيخش في عملية اللي هو بتاع من شاء الله من ايه بنتلم في المحاضرة الدي لو ربنا احيانا هنعرف الدور المهم في عملية الانيمية في الاشخاص اللي بيبقوا عندهم كوروانيك كدني ديزيز. طيب لو جينا نبص على النفرون دوته وجينا نشوف ازاي الكدني بتبقى مسؤولة عن عملية هنلاقي ان الكدني بتقوم بتلات وظائف اساسية جدا. في حاجة اسمها عملية اللي هو لو جينا طبعا نبص تاني على الشكل اللي قصدنا. آآ آآ بتقول ان الكدني بتقوم بتلات وظائف اساسية او بتلاتة اساسية. الحاجة الاولينية اللي هي عملية المقصود بعملية ان هي بتقدر تعمل فلترة لكمية او اللي بيعدي عليها من اللي هي موجودة في الحتة ديت. هي. ديت هي كده المفروض اللي بتبقى مسؤولة عن عملية الفلتريشن اللي بيعدي عندها. بعد كده في وظيفة تانية اساسية. الوظيفة ديت اسمها والمقصود بالسيكليشن احنا عندنا هنا الجزء دور اللي هو اسمه المفروض ان هو بيبقى فيه خاص. آآ بيبتدي يحصل فيه لحاجات اللي موجودة في او موجودة في البلازمة اللي هي بتبقى محوطة بالجزء دوت عن طريق حاجة اسمها ده يبقى عندي سيستم ليه اللي هو بنقول عليه والكتايونيك ترانس بورد سيستم. اللي الاتنين بيبقوا مسؤولين على انهم يعملوا عملية سيكريشن او ترانسفير اللي موجودة في اللي بلازمة في الجزء دول. والان اتنين دولار بيبقوا عن طريق العملية التالتة اللي هي بنقول عليها عملية 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 بتبقى موجودة في الجزء الاخير من اللي هو في عملية دية بتبقى او اللي موجودة في ممكن تبقى ممكن كمان تبقى موجودة لبعض الحاجات زي آآ طبعا آآ لحد معينة وبعد كده ميكانيزم ديت ما بتبقاش نفعة مع بالزات آآ يبقى ازا في البداية دي كلها كده نبزة مختصرة عن الوظائف لان احنا المصطلحات ديت هنحتاجها فيما بعد اما نيجي نتكلم ان شاء الله آآ في الجاي. طيب بعد كده لو انا جيت اسأل اقول دلوقتي انا لو حبيت اعبر عن يعني لو حبيت اقول كده مظبوطة او لواش مظبوطة الشخص دوت الكدني بتاعته شغالة كويس او مش شغالة. هنلاقي ان احنا عندنا في بعض الحاجات اللي انا ممكن استخدمها زي مسلا حاجة اسمها اللي هي ممكن تبقى او ممكن تبقى يعني ايه الكلام دوت? يعني انا دلوقتي ممكن اشوف عندي المادة داخلية في الجسم. المادة دي بيحصل لها في يعني في الحتة دية. بعد كده بتبتلي تعدي في اللي هي هنا. تبتلي تمشي في بقية وبعدين تبتلي تعدي لحد ما يحصل لها برا الجسم. طيب انا المادة دي هتفيد من ايه او هستفيد منها ايه بعد كده? هقدر اشوف ان هتقدر تفلتر ادي ايه من المادة دية? بيحصل له ان هو يعدي او بيحصل له بيعمل للكاديمي. اه اشهر مادة بنستخدمها او اللي هي بتستخدم عشان عبر به عن هي مادة الكرياتيمين. الكرياتيمين الاول بيبقى جاي من بتاع المصل. اه المادة دية اللي انا باختارها بيبقى لازم لها خواص معينة. الخاصية الاولانية ان هي بيحصل لها خلال الجولوميرلاز. الحاجة التانية ان هي ما يكونش بيحصل لها ما بتقسرش جوه الكيديمي بيحصل لها ميتابوليزم جوه. بخيص ان انا اقدر اقسها وبالتالي ان ما بقسها في الورين ابتلي اعبر عنها عن طريق اشوف الكيديمي عملت لها اديه. في مهجة تانية اكسوجينوس. في عندنا اه مواد كنا بندرسها في الكلية زمان زي اه في حاجة اسمها او ايهوكسول ببعض المركبات اللي هي بيحصل لها فلتريشن. المريض ممكن ياخدها او اللي انا عايز ايسترد هو بياخدها. بعد كده ببتدي اشوف النسبة اللي حصل لها فلتريشن قد ايه? طيب. يبقى احنا وصلنا كده الكرياتيمين هو من الحاجات الاساسية اللي باستخدمها عشان اوصف بيها او اقدر اوصف بيها قدرة الكيديمي وهل الكيديمي دي هيلثي ولا مش هالسي. طيب من الاياسات برجو التانية اللي هي السيروم كرياتيمين. طبيعي انما لو كان الكرياتيمين دوت بيحصل له فلتريشن عن طريق الكيديمي. يبقى ازا في علاقة ما ده القدرة بتاعة الكيديمي او الهيلث بتاعة الكيديمي. وين كمية الكرياتيمين اللي موجودة في السيروم. بمعنى انما عندي النورمال سيروم كرياتيمين في الاشخاص الطبيعيين سواء ميلز او في ميلز بيتروح من نص لواحد ونص ميلي جريم على الديسي ليتر. المفروض ان هي بيت كده النسبة الطبيعية. وبالتالي لو حصل لأي سبب من الاسباب في الكيديمي فانكشن. طبيعي ان عملية الفلتريشن بتاعة الكرياتيمين خلال الكرياتيمين هيحصل لها ان هي هتقل. معنى ان هي هتقل يعني قدرة الكيديمي ان هي تخرج ببرة الجسم هتقل يعني معنى كده ان السيروم كرياتيمين هيزيد. يبقى ازا في الحالة جاية انا بنباجي اوصف الكيديمي ممكن استخدم كده حاجة زي ما قلنا. ممكن عبر عنها بحاجة اسمها وبعد كده هنفهم ازاي بعد كده ممكن اقيسه. وبعد كده عندنا حاجة تانية زي السيروم كرياتيمين. يبقى دي كده كانت مقدمة سريعة عن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها او نحتاجها في اللي هي الايه السلايدز الجاي. لو ابتدنا بقى نخش اه اه في الموضوع بتاعنا اللي هو المقصود بالاكيوت كيدني انجري ان هو حصل اه في وحنا اتفقنا من من عبر عنها بحاجة اسمها طيب وما انه يبقى ده معناه ان الفترة اللي بيحصل فيها في دي كلاين دي بتبقى فترة صغيرة ممكن تبقى في خلال ساعات او في خلال ايام او في اغلب الاوقات ممكن تستمر لبعض اسابيع. طيب معنى ما حصل في الكيدني فونكشن ده طبيعي ينتج عنه ان الفونكشن بتاعت الاكسيكليشن بتقل يبقى ده معناه اني فيه اكيوميليشن لوست بروداكتز كمان بيبقى فيه ومقصود هنا بالفوليوم اوفرلود يعني قدرة الكيدني ان هي تخرج الووتر بتقل وده معناه اني بيبقى فيه ووتر ريتنشن وممكن يبقى فيه اديمة مصاحبة للحالة ده. طيب الى الان انا عايز اشوف ايه اللي بتعرف لي ان الشخص ده حصل له هنستخدم اللي احنا لسه متكلمين عليهم اللي هو الاولان منهم اللي هو اسمه السيروم كيلياتينين. يبقى في الحالة دي انا هعرف على انها حالة بيحصل فيها ان السيروم كيلياتينين بيرتفع بالمقدار نصف مليدريم على دوت في الاشخاص اللي هما في الفترة اللي فاتت يعني سابقا كانوا بمعنى ان انا جاي عني شخص الشخص دورت حصل عنده مثلا اه اثناء اللي هو في على سبيل المسال هلاقي مثلا ان الكرياتينين بتاعه السيروم كيلياتينين طبيعي في اللي هو واحد ميلي جرام على الديسي ليتر بعد يونين من اعرف المستشفى نتيجة ان هو بخد درج معين او حصل له بشكل معين ابتدى يحصل له وبالده اللي هو السيروم كيلياتينين لقيته وصل ليه اثنين ملي جرام على الديس ليتر يبقى ازا في الحالة دية هقولي ان حصل زيادة بنص ملي جرام على الديس ليتر واقولي ان حصل عنده النص التاني من التعريف بيوصف لي في الاشخاص اللي هما مش كانوا طبيعيين لا ده الاشخاص اللي كانوا بيعاني من كرونيك كيدني ديزيز عنده مشكلة مسبقة قبل كده في الكيدني. طب هو اصلا اللي اتنين ممكن يحصلوا مع بعض اه ده ممكن واحد يكون عنده كرونيك كيدني ديزيز ويحصل معها او يحصل ان هو يجي معها اكيوت كيدني انجري. اه في الحالة دية بقول او بعرفه على ان هو زيادة في السيروم كيلياتينين بتبقى اعلى من واحد ملي جرام على الديس ليتر في الابسوليوت فاليو بتاعه. يعني الشخص اللي عنده الكرونيك كيدني ديزيز السيروم كيلياتينين بتاعه اصلا عالي. يعني ممكن يوصل مثلا تلاتة او فيما فوق. ففي الحالة دية هلاقي. لما عشان اقول ان هو حصلوا الاكيوت كيدني انجري. في عندي تعريف ثاني. دابات خاص ب حاجة اسمها الاكيوت كيدني انجري نتورك. الاكيوت كيدني انجري انجري نتورك بابو حط التعريف. التعريف دة ما يختلفش كتير بس بس دقت عبارة عن ارغانيزيشن لها تعريف خاص بها. بتقول ان هو اخص من في السيرم كليا تنين. بمقدار تلاتة من وعشرة ملي جرام على تيسلة فخلال اللومين اللي فاتوا او التمانية وارجعين ساعة اللي فاتت. او هيبقى زيادة خمسين في المية. يعني اما هاسهب او هاسهب الابسوليوت فاليو. يعني هشوف نسبة الزيادة او هشوف زادة القيمة بتاعته او دايه. اللحالة التانية او الحاجة التانية برضو اللي بيقول اللي حصل بها اللي هي اليورن اوتبوت. طيب هو اليورن اوتبوت دوت ان هو كمية اليورن ان الانسان بيقدر يتلحق خلال اليوم. طيب هو اليورن اوتبوت بتاعنا دوت الرنج الطبيعي بتاعه كان. اليورن اوتبوت الرنج الطبيعي بتاعنا بيوصل حوالي الف ومائتين ميلي على الاربعة وعشرين اور. يعني في خلال اليوم الانسان اللي هو الطبيعي في الابريج بتاعه بيطلع حوالي الف ومائتين ميلي من اليورن. دوت لشخص المفروض ان هو وزنه اللي هو في الحالة دي احنا بنقول عليه آآ سبعين كيلو. لو جيت اقسم الالف ومتين دولار على الساعة. آآ وبعد كده اقسم القيمة ديت على السبعين. هيطلع لي اللي هي القيمة المعروضة قضام حضراتكم. اللي هي بالملي على الكيلو جرام على الاور. القيمة الطبيعية اللي انا لسه على هي الالف ومتين دولار. يعني انا لو حبيت اكتبها عشان منطلش المضاع. احنا بنقول ان الشخص الطبيعي مفروض ان هو ليطلع الف ومتين ميلي ليتر على ايه الاربعة وعشرين ساعة. ودوت لو كان الشخص وزنه سبعين كيلو جرام. آآ لو انا حبيت اعبر عن القيمة ديت دول الاور يعني في الساعة الوحدة بيبقى طبيعيا هتقسم الالف ومتين على الاربعة وعشرين. وبعد كده نقسمهم على السبعين. هتطلع القيمة المكافأة لو انتم عملتم القصة دي. آآ تسعة وتمانين ملمية ميلي على الاور لكل كيلو جرام. لو نحسنوا هنا الفعل ان بين القيمة الطبيعية يبقى احنا قلنا هتبقى تسعة وتمانين. هتبقى القيمة بتاعتي تسعة وتمانين ملي تسعة وتمانين من مية ملي بالكيلو جرام بير الاور. لو دينا قارننا بالتعريف بتاعنا هنعرف ان الاكيوت كدني انه ان هي ان الاول هينصل لكمية اقل من نصف ملي على الكيلو جرام بس لازم تستمر الحكاية ديه لمدة ست ساعات. يبقى دي كلها تعريفات بقدر اعرف بيها ايه المقصود بعملية الاكيوت كدني انجري. بعد كده عمدنا حاجة تانية ممكن توضح لنا. الحاجة اللي بعد كده اللي هي ازاي اعمل او ازاي اعمل تأسيم ليه اللي هو اللي كدني انجري. تبقى برضو ليه الاكيوت كدني انجري. اه هم حطوا كده اه اه حاجة نفتكر بيها الموضوع ده. اه في كلمة اسمها اللي هي عبارة على وانجري وفاليا ولوس ويه? يبقى احنا عندنا المرحلة الاولية المرحلة اللي بعدها والمرحلة اللي بعدها والمرحلة اللي بعدها اه ايه ما هيتحكم لي او ايه ما هيعرف لي الحاجة دي زي ما احنا لسه قاعدين. دي اول حاجة. يبقى ازا فيه كريتيريا طبع الحاجتين دي وفيه آآ كريتيريوم تانية اللي هي خاصة باليورين اوتبوت. ما يبقى الشخص في مرحلة لو السيروم كرياتينين بتاعه عالي عن خمسين في المية من البيزل او ايه بناسبة خمسة وعشرين في المية من البيزل ده مكافئ ان يكون نزل لمص ملي ديام على الكيلو برام على الاول ودي في المية دلوقتي جات مين لمدة ما بتقل ما بتقلش عن ست ساعات. ما يبقى الشخص ابتدى يتعرض لو السيروم كرياتينين بسريع ابتدى يحصل له يعني يوصل للمية في المية زي بنا في المية او ال جي اف ار ال. وزي انتم ملاحظين طبعا ان في علاقة عقسية احنا اتكلمنا في الموضوع ده ما بين السيروم كرياتينين ما بين الجي اف ار. لان او مسؤول عن اه عملية بتاع الكرياتينين. بالتاني لو حصل اللي هو بيعبر عن لابد ان في الحالة دي السيروم كرياتينين بيزيد معي. في الحالة جيت برضو في الحالة هلاقي ان ابتدى يقل عبره عن النص ملي على الكيلو جرام على الاول بس هنا العملية هتبقى ازيت شوية لمدة اتناشر ساعة. في عملية هلاقي هنا ان السيروم كرياتينين بقى اكتر من متين في المية. جي اف ار ابتدى الا عن خمسة وسبعين. اول السيروم كرياتين بتاعته تزيل عن اربعة ملي جرام على الديسي ليتر. وهنا ابتدى يبقى تلاتة من العشرة. اه ملي جرام ملي على الكيلو جرام على الاول لفترة اربعة وعشرين ساعة او ان الشخص لمدة اتناشر ساعة. هنا معناه ان في بسة فيه نسبة بتطلع لكنها نسبة صغيرة. هنا معناه ان الشخص يعني مفيش كمان بس الفترة هنا بتبقى لمدة اتناشر ساعة. بيطيع بعد كده الشخص لمرحلة لو حصل ان استمرت لفترة اكبر من الاربع اسابيع. ولو استمرت لفترة اكتر من اه تلات شغول في الحالة دي بيقول ان الشخص بقى يعاني من اه اند ستيج رينال ديزيزيز وهي دي بحالة الكوروني كيدني ديزيز. اه طيب بعد كده ممكن نقسم الاكيوت كيدني انجري تبعا لليورين اوتبود. عندنا في الحالة دي اه احنا اتفعنا ان بتاعنا هو الف ومتين بتاعه الف ومتين اه ميلي على الاربع وعشرين ساعة. ففي الحالة دي ممكن اقول ان الشخص عنده اه 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 لو كان كمية اللي بتطلع عبارة عن خمسين ميلي في الاربع وعشرين ساعة. او ان الشخص اللي هو خمسين لخمسمية في الاربع وعشرين ساعة. خاضر يا جماعة انا احاول ان انا اعجل الريت شوية ان شاء الله. اه احنا كنا بنقول ان انا ممكن اعسم الاكيوت كيدني انجري تبقى اه اتفعنا تاني ان في الشخص اللي هو العبارة عن الف ومتين ميلي في الاربع وعشرين ساعة. الشخص اللي هو اللي هو اللي هو سبعين اه اه كيلو بران. ممكن اعسم الاكيوت كيدني انجري تبقى للليورن او بط. ممكن اقول ان الشخص عنده ان يوريب دوت لو كان الليورن او بط بتاعه خمسين ميلي على الاربع وعشرين ساعة. او ان هو يعني كمية اليورن اللي بتطلع قليلة من خمسين لخمسمية. او ان هو مام واليجير يعني كمية اليورن اللي بتطلع خمسمية اكتر من خمسمية ميلي على الاربع وعشرين ساعة. السؤال اللي بيتسائل هنا. هولا هستفيد ايه لما قسم الاكيوت كيدني انجري تبقى للليورن او بط. لا لانه طبعا الفايدة هنا بترجع ان الكلانيشنز اللي موجودين لا او ان هو اليورن او بط بيبقى اه مرتبط بعملية اللي هو البروغنوزيز بتاع الحالة. كل ما كان الشخص كل ما كان دوت او اللي انا متوقعه او ان الحالة تتحسن هيبقى احسن كل ما كان الشخص السبب في كده ان الشخص اللي هو يعني معناه ان فيه لكن لسه عندها قدرة ان هي تعمل للسوائل اللي موجودة في الجسم. فبالتالي ما بيبقاش فيه ما بيبقاش فيه اه وبالتالي بيبقى بتاعة المريض دوت احسن او يقدر ان هو يحصل له احسن بكتير مقارنة بالحاجات اللي هي او المرضى اللي عندهم ان يوريا او ان يوريا. طيب. طيب حال حالة. 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 ممكن ليه بقى لها يعني انا ده خاف منها ليه? الاكيوب كده زي ما احنا شايفين على الشاشة بيبقى مصاحب لها كمبليكيشنز كتير. فيه مسلا اه كارديو فاكولار كمبليكيشنز. الكارديو فاكولار كمبليكيشنز اللي ممكن تبقى مصاحبة للاكيوب كيدني انجري زي مثلا. زي lung store campaign زي زي او زي laryıntace Aid. لاو ان الناس اللي عاملهم اكيوب كدني انجري خمسة وتلاتين فى المية منهم ممكن يعانsize ده. طيب بعد اول ان نسبة اربعة خمسين فى المية من اللي عندهم ممكن يحصل لهم طيب. برضو لقوا بعض الناس اللي عندهم ممكن يحصل عندهم زي النوزية زي زي الانوريكسيا. ممكن برضو يحصل معاهم جوندس وده بتحصل في حوالي تلاتة واردعين في المية من الكاسس اللي عندها ممكن يزبط من حداشر الاثنين وسبعين في المية من الناس اللي بتبقى يحصل لهم نتيجة اللي هو اللي بتصاحب بعض الناس بيجي لهم نتيجة اللي هو وديك برضو بتبقى مصاحبة في حوالي تمانية وتلاتين في المية من اللي عندهم اللي احنا عايزين نقول من المعلومات دية دوت معناه اللي هي حالة بتتطلب تدخل عشان احمل بعد كده اللي ممكن تحصل. طيب. بعد كده اه لو جينا نقسم انواع في عندنا تلات انواع رؤسية. في عندنا حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وفيه نوع تالت اللي هو اسمه انتنسف كي يونت اكويرد. زي اروا شايفين عندنا في الفيلد الاولاني بنتكلم على بتاحها. فمنلاقي الكميونتي اكويرد بتاحها بيبقى قليل. الهوزبتال اكويرد بيبقى مدرد بيبقى من اثنين لختلاقيني الخماسة في المية. ويمتلك الانتنسف كي اكويرد بيزيد من خمسه لستة في المية. ودوت بيبقى طبيعي لان اللي بيبقى hastابيتال في الhospital o hospitaliazed. التي نوع تالت منعد اسمه انتنسف كي الكريا الكريا اكويرد. آآ النوعين اللي هما التاني والتالت اللي بيبقى اللي هما بيبقى haverل او اللي بيبقى في الانتنسف كي الكريا كشي كتير بتتعمل في المستشفى زي عملية اللي هو الامجينج وده بيحتاج لها ضعب الكونتراست ميديا اللي هي اصلا بتساهم في الشخص نفسه بيبقى عنده كوموركوليتس تانية بيبقى عنده تاني انا الفيلد الاولاني بنتكلم فيه عن الانسدنس بتاع الاتيوت كيدني فاليا وبنقول ان الانسدنس بيزيد في حالة او في حالة الصبب تدوت بيرجع حاجات تانية اه زي ما قلنا اثناء والحاجات اللي احنا بنستخدمها زي في حاجات تانية زي اللي هو الانفكشنز او اللي بتبقى موجودة في دولة بيبقى كلها بتساهم ان الشخص دوت بيبقى عنده عالي في الفيل التانيين اللي هو دوت منتكلم على زي ما انتشايفين اه اه بيقل اه اه كل ما اتجعنا من الكميونيتي للهسبيتل للانتنسف كير اه الانتنسف كير يولت اكواير هنقعي ان اعالي اللي هو بيبقى موجود فيه حالة اللي في الانتنسف كير يولت. اه برضو حاجة تانية هنلاقي هنا ان الكميونيتي اكواير غالبا بيبقى في الاشخاص الهلثي وبيبقى سببه ان هو يعني ان الشخص دوت بيبقى اه بيبقى اللي هي بتساهم فيه عملية زي ما هنتكلم عليها بعد شوية بالتفصيل ان شاء الله. طيب يبقى دي يكون لها تأسينات وانواع مختلفة لالاكيوت كيبني انتنسف كيبني. بعد كده جزء تاني اه احنا دلوقتي من شوية كده قلنا ان احنا مبادئ اعبر عن قلنا ان انا باستخدم باستخدم حاجة اسمها طيب السيروم كرياتينين لوحده مقدرش استخدمه على ان هو لحالة اللي هو يعني ينفعش لوحده كده استخدمه. طيب خلينا نفكر مع بعض ليه السيروم كرياتينين مجرد اياسه ممكن بتاعه مش يبقى او اللي هو الحاجات اللي بالدهاني مش بتبقى اكيرت اوي. السبب في كده ان احنا من شوية قلنا ان الكرياتينين جاي من المصل اه الميتابوليزم بتاع من اللي هو الميتابوليزم بتاع المصل. يبقى في الحالة دية معناه ان هو بتاعه هيبقى للمصل ماس. يبقى انا متوقع ان واحد لو المصل ماس بتاعه كبيرة بينعب طبيعي من السيروم كرياتينين اللي هو الطبيعي عنده هيبقى اعلى من الشخص اللي هو مسلا اه بتاع دوت اه اه نسبة المصل بتاعته قليلة. حلاقيه مسلا في الميلز اعلى من في ميلز. اه حلائي مسلا الشخص على سبيل المسال اللي عنده امبيوتيشن اه نسبة المصل ماس بتاعته قليلة. الشخص الفيجيتاريان. دي كلها حالات حلائي المستخدام السيروم كرياتينين بواحده مش كافي ان انا اعبر عن الكدني فانشن. عشان كده بنعبر عن حاجة اسمها وانا انا تعبر عن بان انا بقيس بتاع بعض المركبات سواء المركبات دي كانت حاجات زي الكرياتينين نفسه بشوف ان الكدني بتقدر تعمل قد ايه من اللي هو الكرياتينين اللي موجود او حاجات زي وزي البعض اللي هو زي اللي هو الطريقة بتعتمد على اني كان في الفترة ان انا بقيس حاجة اسمها المفهوض ان المريد يبتدي يجمع اليوني بتاعه خلال 24 ساعة بابتدي ايه نسبة الكرياتينين اللي موجودة في اليوني بابتدي ايه نسبة الكرياتينين اللي موجودة في السيروم وعن طريق معادلة بعوض فيها بابتدي اطلع الكرياتينين يعني الكدني عندها قدرة تعمل كليرانس لابد ايه طيب الكرياتينين كليرانس ده هو اللي مكافئ للبرامرارة مشكلة اللي اربع وعشرين يومي ان هي بتبقى متعبة بتبقى صعبة وبتبقى مكلفة وبتبقى مجهدة عشان كده هما اتجهوا لحاجة اسمها ان هما يبتدي يحطوني دي ممكن تستخدم في ان انا اقدر اطلع الكرياتينين كليرانس او كرياتينين كليرانس اللي هو بيعبرني عن في معادلات كتير اه زي مثلا انت زي ما نشايفين على الشاشة قدامنا في حاجة اسمها وفي عندنا تانية اسمها ديت برضو عملت وقدروا ان هما ديت يحطوا انه معادلة المعادلة ديت بيت زي وزي 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 عشان تقدر تعبر لي عن وهو دوت اللي بعد كده بيعبرني عن زي ما نشايفين حضراتكم انا حطيت لكم هنا ديت لو دخلتوا عليها هتلاقوا المعادلات ديت بالتفصيل اه انا دلوقتي هحاول ان انا احط لكم اه بعض المعادلات على الشاشة بحيس ان احنا نشوف المعادلات ديت اه بتبقى ازاي او بتبقى شكلها عامل ازاي. اه دي على سبيل المثال المعادلة بتاعة الMDRD اه اه اللي هي زي ما انتو شايفين ان المفروض ان هو بيساوي 186 مضروبة في البلازمة كليتينين اه هو نمشي مع بعض بتساوي 186 مضروبة في البلازمة كليتينين مضروح منها واحد في مية اربعة وخمسين من الف مضروبة في الـ 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 مرفوع على القص اه اسف البلازمة كليتينين مرفوع على القص مينس واحد آآ واحد ومية اربعة وخمسين من الف مضروبة في الـ مرفوع القص سالب وده مضروب في بوينت آآ سيدن فور تو لو كان الـ لو آآ كان بلاك آآ طبعا الآآ 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 سواء ازا كان في ميل او ازا كان كان بلاك حاول اعمل الـ لاختلاف المسل ما زي ما احنا اتفقنا او اختلاف نسبة الكليتينين اللي بتبقى موضوع ده في شخص يبقى ازا نقول لنا بعمله في الحالة ديت المفروض ان انا الايج عندي معروف آآ بتاعي هيبقى معروف آآ البلازمة الكليتينين باخد آآ آآ عنيانة من السيرم وبتجا فيها البلازمة الكليتينين بعضها في المعادلة ديت يطلع لي وهي ديت اللي بحذب منها الكيدني فانكشن او اقدر اقول ازا كانت الكيدني فانكشن طبيعية ولا لأ طيب المليجي نتكمل في المعادلتين اللي هم والمعادلة بتاعت الام دي اردي مش سيوتبول خالص ان احنا نستخدمهم في حالة الاكيوب كيدني انجري السبب في كده ان المعادلتين دولا تتحطوا اعتمدوا على ان هم يستخدموا نسبة سبتة من الكليتينين آآ آآ بمعنى ان لازم يكون الشخص عنده من الكليتينين انتم محظيني نحن شوية قلنا ان اللي عنده نسبة الكليتينين عنده بتتغير في فترة صغيرة جدا يبقى في الحالة دي السيروم كليتينين سواء بيحصل او ابتدى يحصل فبيحصل فايزا السيروم كليتينين مش ستيبل فمش مناسب خالص ان انا استخدم المعادلة دي يبقى عنده لو اي حد منه بيشتغل في مستشفى آآ كليكا وحب يستخدم معادلة عشان يحسب لو انا بتعمل مع مريض مش مناسب خالص ان انا استخدم المعادلتين دولة اللي هي الكوب او الان دي اردي اه طيب اما انا عامل ايه اه لو انا عندي مش يعني لسه في يورين او بيطلع كبه انا هحدد من اين اا يورين او بلا مش انيورين لو رجعنا من السلايدز اللي فاتت زي ما اتفقنا ان انا ببص على يورين او بط اا اقل من خمسين ملي على الاربعة وعشرين اوار في الحالة دي هقول ان ببص في حالة ان هو الان يورية مقدرش استخدم معادلات لان المعادلات هتبتدي تعملي كلياتين كليرانس فتديني حاجة عن الكيس بتاعتي او ما انا عامل ايه لو الشخص انيورين هقول ان الكلياتين كليرانس مكافئة الحالة دي لعشرة ملي على الاربعة طيب حال لو الشخص بقى مش انيورين في معادلة مناسبة او في معادلة المعادلة دية مناسبة اكتر ان انا استخدمها لو عنده اتهيوم كيدني انجراي البنسبة ليه المعادلة بتاع له حبينا برضو نشوفها اهلا لو عندي اا بتكلم ال one اه هنلاقي ان هو تمانية وتسعين موقس تمانية من العشرة اه مضروبة في الايج من عشرين على السيروم كريادين ولو انا بتكلم على اه اه ومن في الحالة ديت هيبقى الفاكور بداعي تسعة من عشرة المعادلة ديت اه الاستاذي بتاعتها بتعمل اه اه بطريقة معينة بحيث ان انا اقدر اتجنب اللي هو التغير السريع اللي بيحصل في السيروم كريادين وزي اه ما نقولت لكم اه اللي موجودة في المحضرة لو دخلنا عليها بالتفصيل حنلاقي معلومات اكتر اه عن طريقة حساب الجيل الف ار والاستخدام المعادلات ديها اللي هي بتاعتها اااام طيب لو حبنا نرقل بعد كده على حاجة تانية هنبتدي بقى نتكلم على ازاي نقسم برضو الاكيوت كيجني انجري على حسب المكان بتاعها. انا عندي التأسيم الاساسيليا فيه عندي حاجة اسمها اه ومن اسمها يبقى ازا السبب الرئيسي هنا لحدوث هي حاجة قبل ما اخش على النفل نفسه او على الكيدني. طيب النور التاني عن كل حاجة بالتفصيل بس نعرف الانماع. حاجة اسمها ودي زي ما هنعرف بعد شوية بتبقى خاصة اللي موجود في مفسها اللي مسؤول عن عملية فيه نوع بعد كده اسمه ودود بيبقى مني في او في اللي بتبقى موجودة اه او بتبقى موجودة في اللي نحوض بالرينال. وفيه بعد كده نوع اللي هو اسمه اللي هو من اسمه يعني هيبقى المشكلة حصلة بعد ما اه النفرن او بعد الكيدني وهنعرف على الانواع دي بالتفصيل وازاي بفرق ما بينهم وايه المختلفة بتاعت كل حاجة. لو جينا نتكلم على. اه نعرف اول حاجة دي. وعايزين نعرف معانا فورة تانية ليه الكيدني. طيب. اه زي ما اتفقنا دوت الشكل بتاع النفرن. واحنا قلنا انا عندي هنا البرميرلس. البرميرلس دي بيبتدى يتستقبل البلد. البلد دوت بيبتدى اعمل فيه بيحصل له هنا في في حاجة اسمها كابسولي. وبعد كده يبتدى يتكون عندي حاجة اسمها اللي هو بيخش في وبعد كده يبتدى يمشي في وبعد كده يبتدي يخش في لحد ما يوصل لي في حاجة اسمها اللي هو وبعد كده بيروح على وبعد كده بيخرج عن طريق لما انا بتكلم على حاجة اسمها يبعيز من المشكلة هنا مش في الكدني نفسها. يعني ما فيش دمج حصل في الكدني. قماني الاكيد كدني انج اللي حصلت ازاي بقى في الحكاية دي. لو دينا نبص هنا هنلاقي ان المشكلة بتبقى جاية ان في حاجة اسمها في الكدني. يعني ايه كلمة معناه ان كمية اللي وصله الكدني مش كفاية. طيب هو ايه الاسباب اللي ممكن تخلي كمية البلاد اللي مش وصله الكدني مش كفاية. في عندي حاجتين واسيتيين. في حاجة اسمها سيستيميك هايبو بيرفيوجين. المقصود بالسيستيميك هايبو بيرفيوجين يعني ان يكون حصل اه مشكلة في الانترا باستور كمية البلاد اللي موجودة ضيوة البيسلز نفسها. فبالتالي نزل ان واحد فقط بلاد عن طريق الهيموريج او ان يكون حصل او ان يكون المشكلة نبجة نتيجة ان في حاجة اسمها الافكت البلاد او اللي هو اللي بيعمل المرضى اللي بيبقى عندهم بعض الحاجات زي بيبقى عندهم مشكلة في الكاردياك او البوت. فبالتالي الكاردياك او البوت هنا بيقل دوت معناه ان البلاد اللي في برضو بيبقى قليل. او الاشخاص اللي بيبقى عندهم او بيبقى عندهم بيبقى عندهم بيبقى عندهم وبالتالي دوت بيقلل من كمية البلاد اللي بتوصل او بتغزي الكيدني. يبقى ازا في الحالتين دولة او في الحالات دية كلها النتيجة او المحصلة النهائية ان في عندي هايبو بيرفيوجن دي الكيدني. كمية البلاد اللي بتوصل للكيدني قليلة. او ان يكون الهايبو بيرفيوجن دوت ناتج ان الرين الارتري اللي بيغزي الكيدني حصل فيه ستينوزس حصل فيه ناروينج. يبقى ازا كمية البلاد اللي بتوصل برضو القليلة او ان في حاجة ستباه وبردو كمية البلاد اللي بتوصل قليلة. طيب ان كمية البلاد اللي وصلة للكيدني قليلة. ايه اللي هيحصل? هيحصل عندي كزا حاجة. الحاجة الاولانية هلاقي ان الكيدني بيحصل لها استيميلايشن ويبتدي يحصل للرينيشن يعني بيحصل لحاجة مشهورة عندنا اللي احنا بتقول عليها الراس سيستم اللي هو الرينين دوت بيحصل لبلييس وبعد كده بيبتدي يحفز تكوين وبعد كده الانجو تينسن تو دوت بيبتدي يعمل ويبتدي يحفز بتاع الالدوستيرون. الالدوستيرون دوت بيبتدي يزود عملية الري ابزوربشن للووتر وللسوديوم. طيب ليه يزود الري ابزوربشن للووتر للسوديوم ما احنا اتفقنا ان فيه يعني كده يحسى من كمية البلاب قليلة. ففي الحالة ديت بيبتدي يزود عملية بحيس ان هو يزود مرة تامية. كمان اه نتيجة الموجود او بتبقى البلاب ازمولاتي في الحالة ديت عادية. دوت اه بيبتدي حفز بتاع حاجة اسمها الانتديوريتك هرمون. دوت بيزود بيقول عليه انتديوريتك هرمون من اسمه. يعني التي بتاع المياه. وبالتالي بيحفز عملية بتاع المياه من الدستال التوديون. لابع refreshا ويبقى ازم نيستجابة لما بيبقى فيه. طيب. آآم. لو دينا نبص على اهيه السيازř. اللي اللي هو البرلميال acute kidney injury. هلاقي دي الشخص الـ physical science اللي عنده ممكن يبقى فيه high potential. وده وقت نية تجي إما من الـ hemorrhage أو من volume depression. أو ضمن الشخص بيبقى عنده نوع من أنواع الـ dehydration أو volume depression يبقى ديه كلها طيب النوع التالي اللي هو اسمه functional acute kidney injury. الـ function إن المشكلة الأساسية هنا بتبقى في برضو هنا الـ kidney ما فيهاش damage. يعني ما حصلش damage فيه الـ kidney. الـ kidney لسه intact. تم نفروح انتاج. مع المشكلة بتبقى فينه. عشان نتكلم عن القصة دي خلونا من العلق الفجر ده. لو بصينا هنا ديت اسمها وزي ما اتفقنا إن دوت الـ اللي هو بيبصل للـ اللي هو هيحصل له عملية الفنتريشن. طيب. عشان البلد دوت يحصل له عملية فنتريشن أنا محتاج جوة الـ ده بقول عليه جاي من الـ جاي من اختلاف الضغط في طيب ايه معي يخلي الضغط مختلف؟ نتيجة الفاظو كونستريشن طيب برضو ايه ما هيتحكم في العملية دية بعض الـ اللي بتطلع فيه زي ما انتو شايفين هنا عندي والبروستاج لاندين ما هي بيأثروا على الـ هلاقي ان مسؤول عن عملية والانجيو تنسين بيبقى مسؤول عن بالنسبة للإفراند بيبقى مسؤول عن عملية الفاظو كونستريشن فهلاقي ان المحصلة في الوضع الطبيعي بتاعي زي ما انتو شايفين هنا هلاقي ان الـ ودية كمان بتبقى موجودة في الاشخاص اللي عندهم زي مثلا شخص عنده في الحالة دية بيحفظ على بتاعه الزاج ان هو البروستاج لاندين بيحصل لها الليس والانجيو تنسين المحصلة ان الـ بتاعه بيبقى فيه والإفراند بيبقى فيه دوت بيعمل لي فرق ضغط ما بين والإفراند أرتريول فالمحصلة بتاعته انه بيبقى فيه هنا هو دوت اللي بيخلي اللي بيعدي من المنطقة ديت اللي هي مجموعة يبتدي يحصل لها أو وبالتالي دوت بيقدر اخافز على عملية المشكلة المشكلة تظهر امتى؟ تظهر لو الشخص اللي هو عنده دوت زي ما اتفقنا هو عنده أو عنده مشاكل تانية البتدى ياخد دواء الدواء دواء تأثر على عمليات زي ايه مسلا؟ زي ما انتم لاحظين هنا انا بتكلم على هنعيد تانية يا جماعة معلش دي احنا دلوقتي بنتكلم على نوع تاني من اللي هو اسمه الفونكشنال اكيوت كيدني اندري في الفونكشنال اكيوت كيدني اندري بيقول ان الكيدني نفسها ما فيهاش بانج ما حصلش فيها بانج ومقول المشكلة بتبقى موجودة فين؟ لو بصلنا تاني على المفروض ان ديت هي اللي بيحصل فيها المفروض ان هي فيه اه ارتريون بيغزيها البلوك بيعدي فيه المفروض ان مجنوعة بيجتدي يكون ان هو بعد كده حيكون والبلوك يعدي في ارتريون ويكمل فيه او بيكمل تمام؟ اه دلوقتي انا عندي فيه حاجات بتعمل حاجة اسمها زي ما انتم شايفين الافرنت ارتريون بيأثر فيه وبيأثر فيه البروستا جلاندنز دي بتبقى مسؤول عن عملية والانجلتينسين 2 بيبقى مسؤول عن نفس الكلام في الافرنت ارتريون بيبقى الانجلتينسين 2 مسؤول عن عملية بازو كونستريكشن المفصلة النهائية انه بيبقى عندي في الافرنت ارتريون متيجة التأثير من الدروستا جلاند من الانجيو تنسل اهو. وفيه في متيجة تأثير الانجيو تنسل اللي هو اصلا متيجة تأثيره. طيب يبقى ده معناه ان انا عندي هنا في يعني كمية البيض اللي دخل هنا بتبقى كتير مع كمية البيض اللي هنا بتبقى اه فيها لها مقاومة. فبالتالي دوت بيخلق. عامل بالزبط زي انت لو ماسل خرطون. الخرطون دوت بتاع المية لو جيت ضغط على حتة معينة يعني عملت عندي الحتة دي. يبقى دوت معناه ان من حتة اللي قبلها اللي هي هنا او كمية المية اللي بتعدي هيبقى لها ضغط. وانت قمت عامل ضغط اعلى نتيجة اللي انت عملته. ففي الحتة دي هيخلق لك حاجة اسمها هايدروستاتيك بريشا هو اللي مسؤول عن ان يحصل له في منطقة دي عشان يكوني اللي هو. لحد هنا ده الاشخاص الطبيعيين اللي بيبقى عندهم اه مشاكل او بيبقى عندهم زي الناس اللي عندهم زي ما قولنا من شوية او اللي عندهم اه او الاشخاص الالدرلي اللي هو اصلا الناس بتاعت ان هو بتعودين الناس بتاعتهم بتبقى اقلت. ففي الحالة ديت لو انا خدت دوة معين الدوة دوت اتبقى تصري على عملية دي ازاي? سيء مسلا ان الشخص ده خد اه نامسترويدا الانتي انفلاماتري. اه نامسترويدا الانتي انفلاماتري معروف ان هو هيقصى على عملية السنسز بتاعت طيب. يبقى ايه اللي هيحصل? لو انا اخدته هنا المفروض ان البروستا جلانز دي هيحصلوها يبقى في الحالة دي مش هيبقى فيه هنا ومدان هنا مفيش زي هنا يبقى ازا ما فيش فرق ضغط. وفي الحالة ديت ايه اللي هيحصل? مش هتبقى فيه عملية يعني عملية او ان الشخص مسلا ياخد ايه اللي بيحصل? بتمنع تكوين طيب واحد هيسأل طيب ما هتمنع تكوين هنا وتمنع تكوين هنا. بس هنا في الافرانت ريون التأسير بتاعه اعلى. فمنا بعملو بيبتدي يحصل عندي اهب هنا كان فيه هنا فيه يبقى في الحالة دي مش هيبقى برضو فيه ضغط عدم موجود فرق الضغط ده بيخليلي ان فيه في الهيدروستاتيك بريشر اللي هنا. دعما انا مفيش هنا فبالتالي مش هيتمي عملية زي ما احنا شايفين. ودوت معناه ان بتاعي بيقى. طيب. ننقل بقى على ان هو اللي بعد كده اللي احنا بيقول عليه. احنا في النوعين اللي فاتوا اتكلمنا على حكتين. اتكلمنا على. اتكلمنا على. ان فيه تأثير على الهيدروستاتيك بريشر. وكانت الكدني نفسها ما حصلش فيها دامج. لكن في الانترينسيك هنا بيحصل دامج. طيب والدامج اللي ممكن يحصل في الكدني في النفرم. ممكن يحصل في ممكن يحصل في اماكن كتير. ممكن يحصل في اللي بتبقى مغزية اللي هو اللي نفرم. فبتحصل عندي بسكولاتس او حاجة تسد البسلس ديت. ممكن يبقى في في اللي في الرينا التيوبيونnakisce نفسها. فاني بيحصل دامجة في الرينا التيوبيون او في الحالة دي بقول عليها يعني الزمج يهحصل في التيوبيون او ان يكون حصل في الانترستيشن او اللي هي المنطقة اللي هي بتبقى اللي هي اللي هو الرين على الكرنكنا او محوطة بـ والرينا الكرنكنا وهي اتباقول عليها anytime تكون في ال ، نفسها وفي الحالة دي بقول عليها الرمل прочdire panel micaller resistance. وبغط L, centrifر audiol臘カ vatna. دي اماكن اللي ممكن يحصل فيها الدامج طيب الشخص اللي بيبقى جاي وبيعين انترينسيك اكيوت كيني دامج ايه هي الفيزيكال ساينس اللي ممكن تبقى باين عليه الحاجات اللي ممكن تبقى باين عليه انا ما عنديش زي في الحالة اللي هو الاولانية ما عنديش او ما عنديش هيمورج يبقى الشخص ممكن جايلي نورمو تنسف الشخص ايو او بالعكس يعني فيه ممكن الشخص يبقى عنده الارجي نتيجة انه هو خد رب معين والالرجي ديت ممكن كمان بتبقى باينة على هيئة او ممكن يبقى معاها بتاع دوت انفكشن وكل دوت هو اللي عامل الاكيوت انترستيشن فبالتالي ممكن الشخص يبقى جاي عنده فيبر او ممكن عنده كل دوت ان الشخص ده ممكن يبقى عنده انترانسيك اكيوت كيدني طيب النوع اللي بعد كده اللي هو البوست رينا البوست رينا من اللي احنا قلناها يعني معناها ان الكيدني في البداية ما فيهاش دامج ما ليه مشكلة فين مشكلة بتيجي في مرحلة بعد النفرم احنا اتفقنا النفرم اللي ما بيبتدي يتكون في اليورن اليورن ديت بتجمع في حاجة اسمها وبعد كده في حاجة اسمها وبعد كده بتروح لليوريتر ومن اليوريتر بتبتدي تروح للبلادر وبعد كده من البلادر بتبتدي تخرج عن طريق اليوريثرا بتبتدي تخرج برا الجسم ممكن يبقى فيه اوبستركشن في احد الاماكن ديت بعد النفرم فممكن يبقى الوبستركشن في الاوتلت بتاع البلادر نفسها ودي بالدان في كذا حاجة الاشخاص الكبار اللي بيعانهم من اللي هو وديت بيبقى فيه تضخم في الحجم البروستيت البروستيت بتبقى محوضة باليوريتر بتبتدي تضغط على الاوتلت فبالتالي بيبقى فيه في عملية اليورينيشن بيبقى فيه او ان الشخص بقدر الله بيبقى عنده نوع من انواع الكانسر بس هنا في الحالة دي بيبقى ميتاستاتيك كانسر يعني سكندري كانسر ببتدى يتنقل يعملي اوبستركشن فيه المخرج بجاه اليوريتر ممكن يكون الاوبستركشن جاي نتيجة دي كريستال ودي بتحصل مع بعض انواع من الدراجز زي مسلا السلفونوميتس اندينافير دوت حاجة بتستخدم في علاج الهاتش اي في دوت الهوتروتيز انهابتور الميثوتريكزيت الاسيكلوفير اللي هو الانتي فيروس دي كلها حاجات بتكون او ان شخص يتعامله حاجة زي حصوة في الحالة بنفسها حاجة عاملة فيه اليوريتر مشكلة الابستركشن اللي بيبقة فيern ان هو لو ما حصلوش ريليف دوت بيبتدي يعمل نوع من انواع البريشار دوت بيبقى يعني الكدني نفسها او اللي متجمع نفسه في ما بيقدرش يعدي من نتيجة اللي موجود فلوت بيبتدي يعمل وممكن يعمل لي بعد كده دمج في الايه في الكدني لو محصروش بسرعة طيب عشان كده النوعية ديت لو جيت اعمل للشخص هلاقي ان اللي موجودة عندي ممكن ان يبقى فيه متيجة اللي هو الشخص فيها ديستنشن او هي ديت اللي عمله في الاوتلت او ان هو اسف البروستيت نفسها بيبقى فيها وهي اللي عمله او ان بيبقى فيه اوبستركشن في الاوتلت بتاعة اليريترا وهو دوت اللي عمل لي وفي الحالة ديت بيبقى فيه ديستنشن فيها طيب اه اه اللي احنا قلناه ده بقى هنبتدي اه معطرة عنه بشكل تاني اه اللي هي نتكلم عنه تاني بحيث ان احنا ان نقاوم ما بين الانواع التلاتي هنلاقي هنا ان في الجدول احنا اه اه جمعنا ما بين البري رينال وما بين الفونكشن لان الاتنين الخواص بتاعتهم تقريبا بتبقى واحدة. والنوع التاني اللي هو الانترانسك اللي هو التفقنا اللي ببقى فيه دامج في الكيدني وده هو تيئمة اه بيبقى لو جينا تاني نرجع للهيستوري او البرزنتيشا اتفقنا ان البرينينا ناتج عن الهايبو برفينجا يعني كمية البلاد اللي بتوصل للكدنة القليلة ودوق ممكن يبقى السبب فيه او فيه ستينوزيس ناروينجفرين الارتري او نظر الانركاردياك او الكود قليل والفانشنل ممكن يكون سببه استخدام بعض الدراجز زي المانسترويد الانتي انفلاماتوري اللي بتعمل الانهيباشن للبروستا سايكلينز او اللي هي البروستا جلاندينز اللي مسؤولة عن عملية الفازو ديليشن والاس انهيبتورز برضو اللي بتاعي اثر على الانجيوتينسن فبيصدر فازو ديليشن او الهايبركالسينيا لان دوت بيزود التون فيه اللي هو الافرنت ارتليون فبالتالي بيعمل لي فازو كونستريكشن وفي الحالة دي برضو بتقللي الهايبرستاتيك بريشور موال الانترينسيت بقى اللي هو الاكيوت تويتولار نيكروزيس او الاكيوت انترستيشن نيفريتس ممكن برضو يبقى سكينيا نتيجة اللونج ستاندين جرين الهايبو برفيوجن استخدام بعض الدراجز زي الكنتراست او بعض الحاجات الانتي بيوتكس اللي هي ممكن تعمل اكيوت انترستيشن نيفريتس نوع من انواع الالرجي اه ممكن يبقى لو كان السبب نتيجة ان هو دا في مشكلة في الكنتراستيشن اللي فيه ستون في الكيبني او فيه هي اللي عاملة نوع من انواع الضغط على اللي هو البلدر وهو دوت اللي بيخلي عمليات الورينيشن صعبة او ان فيه متاستاتيك كانسر اه هنعيد تكامل اكزاميليشن قمنا ان الشخص دوت اللي عنده بريلينين او فانشن ممكن يبقى فيه عنده هايبوتينشن ممكن يبقى فيه دي هايدرانشن وده طبيعي نظر ان فيه غليم دي بيليشن او ان الكاردك او البلد بتاعه كليل او ان فيه هيميرращ او ان ممكن يبقى فيه آآ آآآ آآ لئلفر ديزيس فممكن يبقى عنده آسايدز بيقى دي كلها معينز تعرفت ان الحالة لها großes essayer او medically اتفقنا ان ممكن يكون سببها حاجتين يقيمها نتيجة ففي الحالة دي دي الشخص هيبقى جاي عنده او ممكن تبقى نتيجة استخدام بعض زي مثلا الاشحرهم في الحالة دي ممكن يبقى فيه اما زي ما اتفقنا هلاء فيها او هلاء فيها بعد تدعش ان افرق تاني انه بين الحاجات ديت بستخدام برامتر تاني اللي هو الريشو ما بينه وما بين السيروم كيلاتيني طيب هو ايه بلود يوريا نايتروجين ديت اليوريا دوت ماركر تاني بقدر عيز المفروض ان اليوريا بيحصل لها فلتريشن في وبعدين بيحصل لها خمسين في المية من الكمية اللي بيحصل لها فلتريشن بيبتل يحصل لها تاني دوت معناه ان برضو الكونسنتريشن بتاعها فيه البلود بيعبر عن الجلوميور فلتريشن ريت او الفانشن بتاعت الكيدني يبعيزا لو الكيدني الفانشن بتاعته قلت دوت معناها ان الجي الفقر قل يبقى في الحالة دي اليوريا هتعلى في البلود لان قدرة الكيدني من هي متخربها هتقلم. المالي دايما مضربط مبين البلود يوريا ماتروجن وبين السيروم كرياتينين لعلم ان السيروم كرياتينين الكمية اللي بتخرج ثبتة من الشخص بغض النظر عن البوليوم بتاع اليورين اللي خارج. سواء البوليوم اليورين اللي خارج ده فو او���تونتريتز فالسيروم كرياتينين بيستخدم الاي Khalid اللي بقيس عليه. الاشخاص الطبيعيين اللي غير مالبين مالبين السيروم كرياتينين بتبقى من 10 الى 15 او من 10 الى 15 الى واحد يعني حلاقي ان دايما دام بالاربات التاع اليوريا عشرえば سيرم كرياتينين او 15 ضعف من сيروم كرياتينين. ومال اي شخص اللي عمله او عنه تجنن او هلاقي النسبة دي بتبتلي تعلق من 20 الى 1. خلونا نرجع تاني لما نجينا نتكلم على البري رينال. مش احنا قولنا ان في البري رينال في هايبو برثيوجن يعني كمية البلاد اللي وصلها للكيدني قليلا. دوت بيحفز الكيدني ان هي تطلع رينان. طيب الرينان هيطلعني في الاخر عن طريق اللي هو السيرز من الريابشن زي اللي احنا اتكلمنا عليها الانجيوتنسن 2. الانجيوتنسن بيحفز الريليز بتاع الالدوستيروم. الالدوستيروم ده بيعمل ايه? بيبتدي بيقول عليه سوديوم ان ووتو ريتينتف انزايبز. يعني بيبتدي يعمل بتاع الووتر يزود بتاع الووتر وبتاع السوديوم. طيب ايه علاقة دوت بليوريا? انا لسه عايز من شوية ان الكيدني بتعمل بخمسين في المية من اليوريا اللي بيحصل لها فلتريشن. وان عملية الريابزوربشن دي مرتبطة بالريأبزوربشن بتاع الووتر. يعني كل ما زاد بتاع الوفر هيزيد بتاع اللي ايه؟؟؟ بتاع اليوريا. يبقى اما يبقى فيه عندي وفيه انتي دايوريتك هرمون طلعين اللي اتنين بيحاولو يعملوا للمحاصل دوت عن طريق ان هما يزوغوا بتاع المية. ده معناة ان هيزود بتاع اليوريا. يبقى ازاzzle كمية اليوميا اللي في البلغ هتزيد مقارنة بالكرياتينين. طيب حد يسأل. هو لما يحصل زياجة الريق أبزوربشا بتاع الواريوم. هل ده معنى ان الكرياتينين في السيرة هيغير? لأ. نحن اتفقنا ان الكرياتينين بيحصلوا فلتريشا ما بيحصلوش ريق أبزورش. وفي نفس الوقت ان الكمية اللي بتطلع سكتة وما بتتغييرش تبقى باليوميا. عشان كده انا استخدمته عندي كاستندر. فاذا كان الوطر هيحصلها ريق ومعها اليوميا والسيرة الكرياتينين هتبقى كمية مسابتة. ففي الحال دي هلاقي من النسبة هتزيد. بدل معي عشر اضعاء. لا ده هتوصل تبقى اكتر من عشرين الى واحد في الاشخاص اللي عندهم او او اشخاص. المعنى الاشخاص اللي عندهم او عندهم ما هو. الاشخاص دولت انا اصلا عندي حصل في يعني معنى ان ما فيش عملية حصل فيه دامج. ففي الحالة ديت ما بيبقاش فيه مليوية. ففي الاطماء هتبقى الطبعية بتاعتهم اللي هي خمستاشر الى واحد لاني كمان انا مش عمدي هنا فبالتالي ما بيبقاش فيه اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب. طيب. بعد كده هننقل برضو على تليل. اه حال اليورم بيبقى ولا عشان كده بنسأل اليورم اللي خالي جود. اه. حال هو هو ايه اللي بيتحكم في بتاع اليورم? كمية الصوليوز اللي موجودة فيه يعني كلمية الالكترولايتس اللي خارجة فيه. طيب. انا دلوقتي عندي بريلينال اه 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 وا اه اه. احنا من شوية اتفاقنا ايه اللي بيحصل. بيطلع عندي التنسون الع protenine مع antilyhid colonialism بيزوج بتاع الايه بتاع المية وب업ل بتاع ماي يعني بتاع السوديوم درجت معناه ان كمية السوليوبس اللي هنا هتبقى او كمية السوليوبس اللي هتبقى موجودة فين هتبقى موجودة فيه اليرن هتبقىبoundينة ولا هتبقى عالية هلاي ان كمية المية ايه اللي حصل لها. كمية المية اللي موجودة في اليرن قلت نتيجة ان حصل لها ري ابسوريوم. وهلاي ان كمية السوديوم في نفس الوقت اللي موضينا او اللي خارجه في اليورن هتبع قليلا نتيجة عملية الريابزوربشن. بس الريابزوربشن بتاع الميب اكتر من الريابزوربشن بتاع السوديوم. فالمحصلة ان اليورن اللي خارج بيبقى نتيجة الريابزوربشن بتاع الووتر بكناسبس. هي الانجوتنس. طيب. زي ما احتفقنا يبقى اليورن الكونسنتريتد عشان الريابزوربشن بتاع المية. بالتالي حلاقي ان بما ان اليورن كونسنتريتد طبيعي او تركيز السوليوتس فيه المفروض ان هو ريضا عالي. يبعزا اليورن الاوزمولاريت هتبقى عالي. لو جنا نطارد هنا في الانترينسيك او في البوسترينال حال اليورن كونسنتريتد لأ. طيب لأ ليه اليورن مش كونسنتريتد عشان هنا مفيش الووتر ريتنتد ميكانيزمس مش موجودة. يعني ما بيحصلش ليه ابزوربشن للمية. فمدام ما بيحصلش ليه ابزوربشن للمية. يبقى في الحالة ديت حلاقي ان الكونسنتريتشن بتاع اليورن مش آآ عادي. وهلاقي ان الاوزمولاريت بتاعة اليورن اللي خارج في الحالة ديت قليلة. طب لو جينا الكمية السوديوم اللي خارجه في اليورن. احنا هنا قولنا ان الالوستيرون بيطلق وهو اللي مسؤول عن عملية ليه ابزوربشن للسوديوم. يبقى ازا ان كمية السوديوم اللي هلاقيها في اليورن طبيعي ان هي اتبقى وليل? طيب هنا. هلاقي اللي كمية السوديوم زايدة. ده ممكن تزيد عن الاربعين ميلي اكوفلانت على اللي تشمعنا. مو هنا اتفعنا ان ما فيش اكتيفاشن ليه عملية اللي هو السوديوم ريتنتد ميكانيزمس. كمان في حاجة تانية. لما انا باتكلم على معناها ان فيه دامج حصل في نفسها اللي هي اصلا بتاعني ابزوربشن. فما بقاش عندها قدرة ان هي تعمل هي ابزوربشن للسوديوم بيبقى كمية السوديوم اللي هتخرج في اليورن هتبقى عادرة. طيب. بعد كده. هل اليورن فيه سيديمينز? طيب هي السيديمينز ديت عبارة عميين? السيديمينز ديت بتيجي لما بيبقى فيه دامج في الكيدنيا. السيديمينز ديت بيبقى فيه دامج في الكيدنيا. فبنقول بيخرج حاجة اسمها سيديمينز او حاجة تانية اسمها الكاست. يعني احنا بنقول عليها او بنقول عليها زي ما انتم شايفين كده يبقى احنا بنقول او بتاعتنا. دي هنتيجي منين? يعني ما بيحصل فبالتالي بتخرج فيها عبارة عن او ديت بتخرج دوت معناه ان يفي دمجي في او ان ممكن بيبقى فيه شدن كمان او نتيجة الدمج في بعض البيسلز فبيخرج معها او نتيجة او فبيبقى فيه فممكن تبقى الكاست دي او ممكن تبقى نتيجة ان هي بيبقى جواها او ان هي تبقى يعني عبارة عن تشمعنا الكاست دي بيبقى في حالة الاكيوت تيبقى ميكروز مبقىش في حالة لان اتفىنا고 conлер بيبقى فيه بيبقى في التوفيلا الهينال الى هينال هنا اتفىنا ان اما اما فيش دانج فبالتالي ما بيبقاش فيه مبكلش في هينا الله بيبقى وممكن برده بيبقى نورمال ان لا فيش كاست. طيب ال الوايت بلود سيلز احنا اتفقنا ان الوايت بلود سيلز هتيلف حاجتين يقيمة فيه انفكشن يقيمة فيه الالرجي هنا مفيش الموضوع ده فبالتالي هتبقى نيجاتيب هنا لو كان فيه اكيوت انترستيشال نفريتز فطبيعي ان انا حلاقي وايت بلود سيلز لو بتكلم على الاربسيز نتيجة الدماج اللي بيحصل في البيسيلز مفيش هنا دماج فهتبقى نيجاتيب هنا بيبقى فيه ممكن دماج فيه البرومرلس او فيه فاسكولايتس فبالتالي بيبقى فيه البروتين يونية معناها ظهور بروتينز في اليورين المفروض ان كمية اليورين اللي بتنزل اكمية البروتينز اللي بتخرج مع اليورين هي كمية قليلة قوي حوالي 30 ميلي جرام نظرا ان اول حاجة ان اولا البروتين الملوكيلر سايز بتاعها ما بيخليهاش تقدر يحصل لها فلتريشن من البرومرلس وكمان لو حصل ان هي عدت ان هي الحاجات اللي بيبقى بتاعها سغير بيحصل لها هي ابزوربشن مرة تانية اما بيبقى عندي في الحالة ديت هي الانترينسيكت بتبتدي الجرامرلس تفقد القدرة بتاعتها ان هي تعمل فلتريشن او تمنع اللي هو البروتينز فببتدي يظهر عندي برووتين في اليوروك اللي هو في الحالة ديت بقول عليه بوزدر طيب المعلومات دي كلها مفيدة في ايه يعني هتفدني في ايه انا تفدني في ان انا احدد ايه نوع الاكيوت كدني دامج اللي عندي وهو دوت اللي هيفدني بعد كده في عملية اللي هو اللي انا ممكن اقدمه للشخص اللي معي لأدي كلها برامتر اقدر افرق بيها مبين ازا كان الشخص عنده او فانكشنل اللي هما الاتنين مع بعض او عنده انترينسنج او عنده بوزدرينل طيب حننقل بعد كده على حاجة تانية طيب بالنسبة للبروتينيورية تاني احنا اتفاق قلنا من شوية في الاول وخالص ان بيحصل فيها فلتريشن للبلاغ اللي بيوصل لها بيعدي المية انترين باسف ديفيوجن بيعدي الانيكترولايتس بيعدي بعض السوليوتس زي البلوكوز اللي هو بيحصله الى حد حد معين فبالتالي في الناس البياباتيك بيبتدي يزهر البلوكوز في اليوران البروتينس ما بيحصل لهاش اه فلتريشن لان السايز بتاعها كبير ما بيحصلش فلتريشن الا للبروتين اللي هي السايز بتاعها صغير ودي بتبقى نسبة صغيرة لان كمان نسبة كبيرة من اللي بتعدي بيحصل لها ري ابزورشن اما بيبقى عندي دامج في الاكيوت انترستيشن اه او اللي هو في البرومرون الفرايتس بيلا فيه دامج في الباسمنت من بلينز بتاع البرومرولاس ودوت بيسمح ان البروتينز اللي ما كانتش قبل كده قادرة ان هي تعدي المفروض ان هي بتقدر تعدي فعشان كده بتبتري تظهر في اليورون اناليسيس بتاعي فبالتالي بتبقى بوزيتف في حالة الانترينسي الدامج اه طيب دوت بالنسبة ليه البروتين يورون؟ هتكلم تاني على موضوع الكاست المفروض ان الكاست او السيدمينت دوت هي عبارة عن شيلينج بيبقى موجود فيه لو كانت كليير كاست بقول عليها لان كاست ودي ما بتبتليش تخرج الا ما بيبقى فيه دامج فيه الابيثيليا سيلز طيب الدامج مش موجود عني هنا بل في الحالة دي ان احنا اتفقنا من في البرينل وفي الفونكشنل مفيش دامج في الكاست عشان كده هيبقى السيدمينت هنا نورمال مفيش سيدمينت مفيش كاست هنا الكاست ممكن تبقى جرانيولا يعني معناها ان فيها وارد بلاد سيلز اما ماضي براون لو كانت فيها وممكن تبقى نورمال الياب يبقى فيها مليونكو بروتيز اللي هي تيوبولار ابيثيليا الكاست وذلك يوجودها معناها ان فيه دامج في الكدنو نفسها في تيوب يوز فبالتالي بالادوة على اه 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 دامج اللي هو موجود فيه اللي هو الكدني طيب هنتكلم بعد كده ازاي اقدر اعمل هتلاقي ان الحاجات كلها عبارة عن انا محتاج ان انا يعني على قد مقدر الحاجات اللي بتعمل طب ليه ايه الحاجات زي ايه بتعمل دي هناخدها بعد شوية ان شاء الله في وقت هنتكلم على بعض زي مثلا هنتكلم على انواع كتير من الدراجز ممكن تعملي محتاج ان انا اضمن ان البايشنت عنده ان دوت بيساعد ان الكنسنتريشن بتاع اللي موجود في الرينا تيوب يولز بيبتدي يحصل لها قدقل وعمل وعمل لها اللي بياخدها وايه هي المجلس اللي محتاج يعملها وبرضو بعض اللي هي بتقلل من الكنتراست انديوز نيف وباثي مش معنى الكنتراست انديوز نيف وباثي بالزاد لان دوت من الحاجات اللي بتستخدم كتير جدا لاي شخص داخل يعني بيستخدم الكنتراست ميديا ودوت لو كان عنده ريسك زي ما يكون او اه او اي حد عنده مشاكل تانية ممكن يعربه لنتيجة ديات وده يتعني اتكلم لها جزء للتفصيل الخاص يعني. طب لو دي تتكلم على شخص يبقى ازام الجزء اللي فات ده كان انا دلوقتي عايز اتكلم ازاي ممكن اعمل وما نجي منك الوحد قريجي حصل له على حسب المانواة اللي احنا قلناها هيبتجي عملية ايه التريتمنت. فلو انا بتتكلم على احنا من شوية قلنا ان اه اللي هو احنا اتفقنا من سببه الرئيسي ان فيه نبقى في الحالة ديت محتاج ان انا اعمل يعني لو كان الشخص دوت عنده يعني دي ففي الحالة ديت حديره عشان اعمل كمية السوائل اللي فقدها وفي الحالة ديت ابتدي اقل من هايبو برفيوجن اللي موجوده. طيب لو كان الشخص عنده هايبو تنشن محتاج اعمل برضو عشان اقلل من هايبو برفيوجن. لو كان الشخص عنده الريفرال او او نتيجة اللي هو كل دوت اعلله عن طريق بتاع هيحسن لي من اللي هو اللي هو اللي هو اللي يكون حصل في ده مش عندي ده يعني مفيش حاجة كده يعني مش بتبقى ليه حاجة تشتغل على الكل. طيب لو ما هعمل ايه? اول حاجة ابتدي دوت اللي انا باستخدمه محتاج ان انا يعني لو انا حصل ان الشخص دوت بيستخدم ده هو اللي كان السبب في محتاج ان انا اوقفه. او لو كان عندي عمل الاسكيميا محتاج ان انا اعمل لها محتاج ان انا اعمل معنى يعني برضو امنع اتجنب اللي في الجسم لو كان فيه ده كله اعمالها. حاجة تانية مهم جدا ان انا لازم في الاشخاص دولة اعمل للبوتاسيوم. شمعنا ما البوتاسيوم عن لها تعليم ازاي? الشخص اللي بيبقى عنده من النوع الانترينسيك. بيبقى عنده مشاكل في الكدني هي اللي بتبقى نسؤول عن عملية بتاعت البوتاسيوم. اللي هي بتحافز على كمية البوتاسيوم اللي موجودة في البلوت. فما بيبقى فيه عملية بتاعت البوتاسيوم وعملية بتاعته بيحصل فيها خلق. فده بيعمل لي واحنا عارفين ان الهايبركالينيا ممكن تعمل لي اريزميا اللي هي ممكن تبقى ففي الحالة دية لازم الشخص ده يبقى فيه لبوتاسيوم عشان اتجنب الارريزميا اللي بتبقى موجودة. يبقى ازا بيجا محتاج اعملها لو كان الشخص عنده آآ دامج. طب هلفي دراكس ممكن استخدمها? اه. في عندي دراك اسمه الفينول دوبان. الفينول دوبان دوت عبارة عن ايه? دوت عبارة عن دوبامين اجوست. بيشتغل على ال دي وان ريسيبترز. طيب بيعمل ايه ده؟ بيعمل اجونيستك اكشن على الدوبامين ريسيبتر. دوت بيبتدي يعملي رينال فازو بيليشن. لما انا بعمل رينال فازو بيليشن معناها ان انا بزود البرفيوجن بتاع الكيدني البلود. بزود كمية البلود اللي وصلة للكيدني. يعني معناها ان انا بعمل انهانسمنت للجلوميرال فلتريشن. بخلق الكيدني تعمل فلتريشن لبلود اكتر. وبالتالي لو كان فيه مفروتوكسين موجودة في الينال تيوب يولز الكنسنتريتر. ده بدي فرصة ان هي يحصل لها نوع من انواع الفلاشنج. ان الكيدني تعمل لها فلاشنج اوت. وبالتالي الدسم بيتخلص منها. بعد راو ان استخدام الفينول دوبان دوة ممكن يقلل من احتياج الشخص من رينا من سيرابي. هو يعني ايه رينا من سيرابي? ده تلاشخاص اللي بيحتاجوا الغسيل كلوبي. اللي هم الناس اللي بيعملوا اللي هو بنقول عليه الغسيل الكولوبي. ده برضو هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. ونتكلم عن الانواع بتاعتها. بس استردام الفينول دوبان كميديكال. سيرابي للاشخاص اللي عندهم ممكن يقلل من احتياج الاطخاص دولا. ليه اللي هو الرينا. هاي في دراكس كانين? او اللوب ديوريتكس. اللوب ديوريتكس او هنتكلم على الديوريتكس. الديوريتكس زي ما احنا عارفين الحاجة الاساسية بتاعتها ان هي بتزود اللي تعمل عملية او ان هي بتزود بتاع الووتر والابسكريشن بتاع السوديو. طيب. عشان كده هتلاقولي ان اللوب ديوريتكس استخدامهم في الاشخاص الوليد يوريتك. واحنا اتفقنا عن يوليد يوريتك يعني كمية اليورين اللي خارجة قليلة من خمسين لخمسمية ميلي في الاربعة وعشرين ساعة. لان من كدني مش قادرة تقوم بوظيفتها. بس لازم الشخص ده يقيمة ايه يوليمك? يقيمة هالبر يوليمك. يعني ايه يوليمك? يعني البلازما هوليوم بتاعه بتبقى طبيعية. او انه هو عنده نتيجة بتاع اللي هو اللي جاي نتيجة في نتيجة طيب مش معنا ما حددت دول? حددت دول لان مش صح ان انا استخدر لو كان الشخص عنده يعني شخص عنده انا بقى اديه حاجة تزود بتاع الووتر فتعمل للحالة اللي عنده? طب ما انا كده لو عملت له لانا كده بدخله فيه اللي هو اصلا بيعمل نتيجة يبعيزا تاني استخدام في الاشخاص اللي هم والايفوليمك او هايبروليمك. طب انا اعرفها ازاي يعني ايه هايبروليمك? يعني شخص عند اكيوت كده هيلي وبيعني الايديمة. فيه كميات متخزنة. الايديمة دي ممكن تبقى بالمونر الايديمة مش قادر ياخد نفس وفيه ميا متجمعها كتير على اللون بتاعته. في الحالة دي هيحتاج اللوب ايه? طيب. آآ اللوب ديوريتك كمان لها ميزة ان هي آآ بتقلل عملية بتاع السوديوم. فما دان بتقلل بتاع السوديوم هتقلل من الاوكسوجين كونسومشن اللي التيوبيونز محتاجه. ففي الحالة دي هيتدلق هيقلل من بتاعت التيوبيونز ويبتدي يحافظ لي على اللي هو التيوبيونز نفسها من الجنج. طيب. يبقى تقلل عشان استخدام اللوب ديوريتكس. لازم الشخص يكون يكون يعني اللوب بتاع او اللي هو البلازما بوليوم بتاعه نورمان. او ان هو يعني عنده ايديمة. لكن مش هتطقى صح لو انا استخدمتها لشخص عنده لان دوت في الحالة دي ممكن يعملي السؤال هنا. هو مهم او احسن استخدام اللوب ديوريتكس ولا الثايزايد ديوريتكس. احنا عارفين لو انا عايز ديوريتك اكشن اللوب هما عن الثايزايد ديوريتكس. ادي اول حاجة. الحاجة التانية ان دوت ديوريتكس بتبقى اه بتبدي اكشن في حالة الاشخاص اللي عندهم لكن لما يبقى الشخص عنده لنا المثازات ديوريتكس مش هيددوني اي افكرة. يبعيزا نور ديوريتكس هما اللي مفضلين في الاستخدام. بيتاخدوا ازاي؟ بيتاخدوا في هاي ديوريزيس ببتدي بجرعات تمانين ميلي جرام زي اللي هي اللازكس اللي موجود عندنا الحعم بتاعه. طيب انا اديت الشخص اللي عنده غاي بارفوليميا ديوت اديت له ديوريتك والشخص ما استجابش. في الحالة دي انا هعمل ايه؟ في الحالة دي بجأ لحاجة اسمها الفلاويد ريستركشن. يعني اعلي كمية الفلاويد اللي الشخص دا بيعمل لها كونسومشن. طيب لو انا عندي اختيارين اكتدي باللوب ديوريتكس الاول ولا اعمل الفلاويد ريستركشن الاول لا. دايما بيبقى عندنا حاجة اسمها او بتاعي. في حالة هو اللوب ديوريتكس. ما ده اتجاعش للفلاويد ريستركشن الا لو خصل في التريتمنت بالفلاويد او تريتمنت بالفلاويد بالتريتمنت باللوب ديوريتكس عموما. في الحالة دي هالجأ ليه الفلاويد ريستركشن. في الحالات الشديدة بقى اللي بيبقى فيها لكده. ده ارجأ ليه اللي هو ازاي ما احنا قلنا اللي هو دينا طيب. خلونا نحاول نطبق اه حاجة على اللي احنا اخدناه ده. نشوف قدامنا. ونشوف المعلومات اللي احنا اخدناها ممكن استخدمها ازاي عشان اقدر احلل الكيس اللي قدامي وقدي فيها ان طبعا انا كفارماسيست بقى ليه دور مهم جدا. اه في اللي موجود في المستشفى او اللي بيتعامل مع. فاحنا لو قلنا ان انا عندي اه اي دي دوت دوت الانيشيالز بتاعة شخص. عمره اثنين واربعين سنة. دوت ادميت للانتنسف كير يونت. انه كان عنده اكيوت ماين كارديا انفاكشن. بعد ما جاله اكيوت ماين كارديا انفاكشن. الشخص ده عنده ميديكال هستري. عنده هاي بارتنشن. وابرضو فيه سوشيال هستري انه هو اه توبيكو سموكر يعني اه بيشرب سجاية. الميديكيشنز اللي بياخدها دلوقتي عشان الطبيعي. عشان الهايبرتنشن. نيكوتين باتش عشان يحاول اه 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 يعني الوقع في التدخين. بياخد نابوكسين اللي هو انتينفلاماتوري. قبل ما يحصلوا ادميشن في الانتنسف كير يونت. كانت الكدني فانكشن بتاعته نورمال. اسهل ازاي او عارف ازاي انه نورمال المركر بتاعه لاستخدامه السيرم كرياتينين. ما اتفعنا من الرينج النورمال بتاعي من نص الواحد ونص ميلي جرام على دي سي ليتر هنا في النورمال رينج بتاعه. بيقول ان هو في خلال بعد ما حصله ادميشن بقى. خلال الاربع وعشرين ساعة اللي فاتت. ابتدى يحصل فيها وبتدت يحصل فيها عرف منين? عرف من ان السيرم كرياتينين ابتدى بدل مكان واحد. في خلال الاربع وعشرين ساعة اللي فاتوا بقى دنين واحد من عشر. يعني كعلمة حصل لدوكريكيشن. يعني زاد بنسبة مية في المية. وصلت لعشرين ميلي كيام على دي سي ليتر. ان الجميع عمله بالليون اناليسيس لقوا فيه مادي كاستس. ولو ان مش هو بقى له يعني اليورين او البوت بتاعه اقل من خمسين ميلي كده في الست ساعات اللي فاتت. بتاعه في الوقت الحالي مية وعشرة على السبعين ميلي متر ميلي. في نفس الوقت عنده اديمة. وعنده يبقى ايزا دي الكيس اللي قدامي كده. طيب. ايه الاسئلة اللي ممكن تتسائل بحيث ان انا اقدر اطبع المعلومات اللي انا اخدتها? السؤال الاولاني بيسأل هو الاول الشخص دوت عنده ايه? واضح من الحالة اللي قدامنا. والزيادة السريعة اللي حصلت في السيرم كرياتين من واحد ميلي حصل لها احنا اتفعنا في التعريف بتاعنا ان هو زيادة نص اه في ميلي جرام على دي سيلة في يعني واحد بقى اكتر من واحد ونص دوت فيه خلال اربعة وعشرين ساعة. نفس الوقت الشخص ده بقى ان يرك لفترة لا تقل عن ست ساعات. لبقى ايزا الشخص ده عنده اكيوت كدني انجلي. طيب الشخص عنده اكيوت كدني انجلي هو سؤالي. اي جميع من الاكيوت كدني انجلي هل هو ولا 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 انا حسبكو تلاتين سانية نحاول نفكر بحيث ان احنا نحاول لكم اللي فيها الكيس بحيث ان احنا نحاول نشوف اي نوع من الاكيوت كدني انجلي حالي نتكلم عليك. طيب اه انا شايف ان الاجابات كلها اللي بتتقال. اه 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 بيقول الاجابة رقم بيه اللي هو الانترينسيك. اه هي فعلا دي الاجابة الصح. اه بس اه ايش معنى هي دية الاجابة الصح? يعني ايه اللي يخليني يقول ان الشخص دوت اه 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 هو عنده الانترينسيك اه اه اكيوت كدني انجلي. ليه انا ما قلتش ان هي وليه ما قلتش ان هي ولا قلت ان هي فانشنل. درده هسيبكم تلاتين سانية كده احاول اشوف التعليل او ايه اللي في الحاجة اللي في الكيس اللي خليتكم تقولوا ان دوت اه 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 اكيوت كدني انجلي من النوع اللي هو الانترينسيك. طيب اه انا شايف هنا برضو من الاجابات انه اغلب الناس بتجاوب صح? انا عندي فيه كزا ملحوظة في الكيس. ممكن تخليني ابص او اشوف ان الشخص دوه اه فعلا عنده اه انترينسيك اكيوت كدني دامج. الحاجة الاولانية هبص على ان فيه اه 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 الريشو بتاعة البلاد يوري ماتروج للكرياتينين. احنا اتفقنا ان في حالة البريلينة اللي بتبقى اعلى من عشر الى واحد. هنا الناسبة عشر الى واحد. عدي كده اول حاجة. يبقى انا عندي الناسبة بتاعة اللي هو البلاد يوري ماتروج للكرياتينين. وجود دي كلها بتقول ان الشخص ده عنده اه اه يعني بنعنى اوخر ان الشخص ده في دامج. يعني دوت عنده انترينسيك دامج. حاجة تانية ان الشخص بتاعته والفيزيكال ايجزامنيشن بيقول ان هو عنده وعنده يعني ما قدرش اقول ان هو عنده يبقى في الحالة دي ما قدرش اقولي ان دوت كمان كده? طيب الازم دي يكون لها حاجات ما قدرش اقول عليها ان هي اه 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 . اللي السؤال انو اعرفين ان الشخص ده هو قال ان هو بياخد مابروكسين ونبلوكسين بانا استيرويدير. انا الل pregnant世界 كلها الن 프�chesة يعني ده معناه هو ممكن يعمل فانشنال جانج. ليه انتم نقولوش ان هو اه نوع فانشنال. شيء انتفقنا من النابروكسين هيعمل البروستاجلاندل وبالتالي هيأثر على الهيمو ديناميكس اللي هي بهايدروستاتيك بريشر فممكن يعمللي الفانكشنال اه دانج. ليه? احنا ما اخترناش الفانكشنال. بالزبط كده انا شوفت حد جاوب. اه هو فعلا ان الفانكشنال احنا اتفقنا ان هو بيبقى تبع البريليل. وان هو بقده عشان اقول ان هو فانكشنال دازل ما يبقاش فيه يعني مافيش كاستس. هنا موجود الكاستس ماينفعش في الحالة بيهت اقول ان ندور فانكشنال دامج. ولكن في الحالة بيهت هو اللي هو من النوع الانترينز. طيب. اه نفس الكيس ديهت. السؤال بيتيل بيقول. which of the following the medications is best to discontinue. اوقف اللي سينو بريل. اوقف النابروكسين. اوقف النابروكسين واللي سينو بريل. اوقف النابروكسين واللي سينو بريل. برضو حسدكم نص دقيقة عشان تحاولوا تفكروا. هرجع للكيس تاني. السؤال اوقف اني من اللي ياخدها. الناس معي. طيب خلونا نجاوب. هو السؤال اه هو بيشوف اه ايه الادواء اللي ممكن توقف. اه طيب خلونا نجاوب مع بعض. احنا اتفقنا ان من احد الاستراتيجيس الاساسية في المالج بتاع ان انا لازم اوقف اي دواء نفروتوكسك اه اه في الشخص دوت. تمام كده? طيب. سواء دوت بيعمل او ان هو بيغير اللي موجودة في الكيدي دي او اللي هو بياخدها. احنا عندينا ان هو بياخد نابروكسين ناسترويدا الانتي انفلاماتري. تمام كده? وبعد كده بياخد عشان الهايبرتينشن اللي هو اس انهابتور. ورجعنا تاني في الفونشنال اكيوت كيدني انجري. هنباقي الاتنين دولة ممكن يعملولي فونشنال اكيوت كيدني انجري. ليه? لان النابروكسين بيعمل انهاباشن للبروستا جلاندن. فبالتالي مش هيبقى فيه 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 طيب. بالنسبة ايه? الاس اس انهابتور اللي هو هيبتدي يأثر على الانجري تانس انتو يعملي انهيباشن. ففي الحالة ديت ايه اللي هيحصل? مش هيبقى فيه في يبايزا في الحالة دي هيبقى فيه لوس في الهايدروستاتيك بريشا. ودوت ممكن يأثر برضو على يبايزا الاسينوبريل والنابروكسين لازم يوقف. يبايزا انا عندي كده. الاجابة لو شفنا مع بعض. عندي الاجابة اللي هي اللي سينوبريل والنابروكسين. بس عشان اوقف في النابروكسين واللي سينوبريل الاجابة بتقول كمان اوقف فعلا دي اقلوها ممكن تبقى جديدة شوية او بالنسبة لكم ان من احد اللي انا مش ينفع استخدم معاها ان ما بيبقى الشخص عن مورينا الانسوفيشنسي او مشكلة في الكيدني لازم اوقف عشان بيزيد ريسك تا حاجة اسمها لكتك اسيدوزيز بمعنى. بمعنى ان زي ما انتم عارفين بيستخدم عشان يعانج البيابيتس. المفروض ان هو بيصاحبه زيادة في اللكتك اسد. اللكتك اسد ده في الاشخاص الطبيعيين الكيدني بيبتلي تعمله لكن الاشخاص اللي يبقى عندهم مشكلة في الكيدني لأي سبب من الاسباب زي الشخص اللي هم نتكلم عنه دلوقتي يبتلي يحصل بتاعت البلوب تيل يبتدي يعمل عندي اسيدوزيز والاسيدوزيز ديت وبتبقى للخلاق. يبقى ازا في الحالة دية لازم اوقف كمان لفترة تحت ما اعمل للأكيوت كدني انجري. وبعد كده ممكن يبقى ارجعه تاني بس في الحالة دية زي ما اتفقنا لازم يوقف عشان اتجنب باللاكتك اسدوزيز. بعض الميت فورمين زي ما هنعرف بعد بعد شوية اه في حالة الناس اللي دي ياخدوا ريديو كونتراست ضار لانها بتعمل اكيوت كيدني انجري او دراج انجوز كيدني دامج. لازم اوقف الميت فورمين فترة قبل ناخد اللي هو الاكيوت الريديو كونتراست ميديا عشان برضو ما تعملشي لازم يوقف عشان بيعملولي آآ آآ اكيوت كيدني انجري دامج. طيب برضو نفس الكيس اللي معانا. السؤال اللي بعد كده الشخص اللي انا معاه ده اود ده. خلاص احنا عملنا ايه? احنا حددنا نوع الاكيوت كيدني انجري قلنا ان هي بعد كده اخدنا اول خطوة ان اعنا وقف النفو اللي هو بياخدها. السؤال اللي بعد كده اعمل له ايه? هل ادي له انترا فينس نورمال صالين اللي هو تسعة من عشرة في المية سوديون كورايت ولا ادي له هيدرو كلوروثايزايت ولا ادي له الوليو ديوريتك ولا اعمل يعني اقللك من كمية الفلاوت. الى كان الاختيارات المتاحة قدامي ان انا ادي له انترا فينس ان فيوجن اللي هو اللي هو اللي هو ولا احط ولا فوسي مايت اللي هو ديوريتك ولا تاني انا هعرج الكيس بحيس ان اللي عايز يفكر هقول لكم الاختيارات تاني ادي للشخص دوت اه 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 ادي للشخص دوت فوسي مايت ادي للشخص يا زايد ادي للشقة واعمل طيب انا شايف ما شاء الله اني نسبك بيها مجاوبة صح او مختار الاجابة سي. الاجابة سي اللي هي خلونا الاول نفكر ايه ليه انا استبعدت الاجابة ايه? الاجابة ايه بتقول ان انا عايز ادي الشخص دوت. ازا كنت انا بقول ان هنا في الكيس ان الشخص ده عنده ادينة وعند نتيجة اللي حصل في دوت ابتدى يحصل ابتدى يحصل معمل انواع يبقى انا لو اديت له في الحالة ديت انا بعمل القصة كلها. يبقى انا مش ينفع ادي له ايه? مش ينفع ادي له في الحالة دي. يبقى عشان كده احنا استبعدنا اللي هو السودين كورا. انت كان السودين كورايد ينفع لو كان عندي بريلينة مصحب بوليوم ديبليشا. في الحالة دي كان ممكن افكر في السودين كورايد. لبقى ازا من الحاجة الاولانية لانا لازم افكر فيها ان الفلاويد اللي موجود مش ينفع ان انا استخدم معاه ايه? مش ينفع ان انا استخدم معاه اللي هو السودين كورايد. طيب بعد كده عندي تنفع او تنفع. وعندي تنفع. طيب اختار الاول اتفقنا ان انا عندي دايما بتاعي الديوريتك. وليه الديوريتك هنا هيبقى له قيمة? لان الشخص في نفس الوقت الشخص يبقى مفيدة. هتساعدني ان الشخص ازود بتاعه. في نفس الوقت ان انا اقلل اللي موجود. والايدينة اللي موجود. تمام كده? طيب اختار الاول? لأ قلنا ان الديوريتكس هي الاساس هي ولما يبقى فيه في الحالة دية ابتدي ادور على الفلاويدرستريكش. يظهر عندي السؤال الاخير طيب اختار اللي هي زي ولا اختار لا. نتفقنا ان الديوريتكس مش هتبقى افكتف لاشخاص اللي عندهم ففي الحالة دية هيظل هو الاختيار المناسب في حالة البيشن ستايد. آآ تاني في لما بيبقى دوت مصاحب واخنا اتفقنا ان في للمشاكل اللي عندي. فلو كان لي نتيجة او فقد كمنيات تبيرة من السوائل ساعتها ممكن ادي اللي هو زي الصحي. آآ فيه سؤال بيسأل هو ليه الشخص دوت عنده اديما. طبعا الاديما الجاية ان فيه في يعني معناها ان الكدني ما بقاش عندها قدرة ما يتعمل للووتر والفلاويدز اللي موجودة. ما بتخرجش اللي هو ما بتعملش للفلاويدز. فبالتالي دوت ابتدى يعمل فما بيبقى فيه دوت بيبان على هي ايدينا وفي نفس الوقت عندي فيه اي اسئلة تانية لخصوص الموضوع دوت? مش يا جماعة احنا ممكن نكتفي لحد كده النهاردة ان شاء الله آآ وان شاء الله لو فيه اي حد دلوقتي عنده اي اسئلة ممكن تكتبوها وانا احاول اتجاوب عليها ان شاء الله. آآ انا يا جماعة لسه مستني الاسئلة. آآ انا اللي انا لقيتش بسؤال اللي هو الفرق مبين فيه اي اسئلة تانية بحيس ان احنا ننمحهم. انا بكتب معاكم الاسئلة بحيس ان احنا نجولهم مرة واحدة ان شاء الله. آآ يعني انا حاولت ان انا اكتب لكم كده ايه المعصول بكلمة زي ما انتم شايفين كده على اللي قدامنا. آآ عبارة عن تكون من بروتين. ممكن تبقى او بزود. آآ بتاخد بتاع اللي هي مكان اللي بتتكون فيه. لما بتبقى بدون خلايا تسمى بتتكون من نوع من اللي هو اسمه آآ ديقة بتبقى سكريتد بالرينالتيوب يبقى دوت النوع اللي هو اسمه اللي هي لينكاستس لما بتكون اللي هي عبارة عن بروتين بس. ممكن ديت تبقى ببعض الخلايا زي لا هو مش بيدل على مرض معين ولا حاجة. هو ديت ممكن تبقى على ان فيه ديت طبعا عبارة عن آآ آآ ديت عبارة عن دي يعني ما بدانش بالعين المجردة زي ما حد سأل لا ديت هي عبارة بالميكروسكوبك اناليسس. دي منهاش ضع بعكارة البلوب خالص. آآ آآ يبقى ايزا زي ما اتفعنا ديت عبارة عن ديت لو حانتوا بحد يبص على التحليل بتاع هيلاقيه تحت بتاع هيلاقيه كلمة ازا كان فيه او او ازا كان فيه بربو ممكن تبقى ديت موجودة في بعض الحالات زي مثلا الحالة ديت ممكن يزهر معاها بعض آآ احنا اللي بيهمنا في ديت انه ممكن تبقى في بعض الاوقات ديت زي وبعض الخلايا زي او زي فببان على حقيقة وديت اللي بيه بتعمل ان فيه آآ او اللي هو فيه زي ما احنا شوفنا في الكيس اللي كانت قدامنا ديت يبقى دوت هو الموصول ديت او الفروقات اللي ما بين آآ السؤال اللي هو من التحليل ازاي افرق بين حالة جيالي آآ الموصول هنا بالاكيوت او اللي هو دوت هو المقصود بالسؤال دوت. آآ دوت اخنا قلنا دوت بيبقى تعريف آآ او التعريفات بتاعة والكوروني دوت بيبقى مرتبط بحاجتين. مرتبط بالماركرز اللي بتضل على ودوت اخنا قلناه في اول خالص لو انت ردعته معايا ايه الاولانية. كان من بتاع نفسه. احنا كلنا عبرنا عن الكيبني دوت بكزا ماركر اللي هو والسيرون كلياتيني. آآ او بتاع لو انا عايز اتكلم على حالة اكيوت يبقى في الحالة ديت انا ببتكلم على آآ حاجة ما بتزيدش عن ايام او بتزيد عن ساعات او اسابيع لكن لو حصل مسلا على سبيل المسال ان الحالة ديت ابتدت بتبقى اكتر من تلات شهود في السيرون كلياتيني بتاعي عالي في الحالة ديت انا بتكلم على ما بتكلمش على الاكيوت ديت بتبقى من اسمها حالة بتحصل في وقت قصية او في فترة صغيرة زي الكيس اللي احنا اتكلمنا عليها اسناء عملية الايد الادميشة النفسها. يعني واحد زي ما انت شفته دخل المستشفى وبعد ما دخل المستشفى في فجأة كده امت الايد امت السيرون كلياتيني عالي في خلال يوم او يومين. اما اللي هو الفترة اكتر من تلات شهور سواء في او فانشن سواء معايا او او اقل من ستين ميليا على المينت آآ لمدة اكتر من تلات شهور زي ما احنا عرفنا في اللي هو في التأسيمة. يبقى في الحالة دية اسمه دوه كورونيك كيدني ديزيزيز. الاكيوت زي الكيس اللي احنا عرضناها دي حاجة بتحصل في خلال ايام وفي خلال ساحية. سؤال اللي بيقول دي ممكن استخدمها لمعرفة وظائف الكلها. انا بصراحة مش فهم السؤال. ايه ايه اللي ممكن استخدمها. اه فيه سؤال اللي هو المايكرو عموما دوت احنا اتفعنا من شوية كنا قلنا ان او اللي هو المفروض ان هي نت تظهرش في اليورين. بتظهر بنسبة صغيرة. اه. المفروض ان في اليورين بيوصل لحوالي تلاتين اقل من تلاتين في الاربعة وعشرين ساعة. والسبب كده زي ما اتفقنا ان هو حتى لما بيحصل بيبتدي يحصل ليه اللي هي حجمها بيبقى صغير. وما للمشكلة بتظهر امتى? المشكلة بتظهر لما بيبقى فيه بيبتدي يحصل نوع من انواع الدامج في منبين اللي موجود في وهو دوت اللي بيسمح ان اللي كانت قبل كده ما بتعديش من خلال ابتدت تعدي نتيجة الدامج اللي حصل دوت في وهو دوت بنقول عليه او العلامة الاساسية للشخص اللي عنده عشان كده بنقول ان لو ابتدى الليجر بتاع اللي هو يزيد اه من تلاتين ليتون مليا من على الاربعة وعشرين ساعة ده اسمه او ان هو يبقى فيه يعني كرمية كبيرة من البروتين زي بتاعي ابتزع لدرجة ان هي اكتر من تلاتين ملي جرام على الاربعة وعشرين ساعة ده اسمه ودوت زي ما انا قلت ممكن اشوف فعلا في الحالات اللي هي فيها آآ آسف كرونيك كيدني بيزيزيزيز ويزا دي علامة من العلامات او من الحاجات اللي انا بستخدمها دوت معناه ان هو فيه في نفس الوقت دوت برضو ودوت بيبقى في الكورونيك كيدني بيزيز اهم من لان ممكن يبقى فيه آآ آآ قلبي من يوليا يعني فيه قلبي من ظهور في حتى ان ممكن يكون طبيعي اذا ازا ديت من العلامات المهمة جدا اللي بتبقى آآ آآ بتبير لي ازا كان الشخص دوت عنده كورونيك كيدني ديزيز. آآ تاني على هتشوفوا آآ آآ القيم اللي انا قلتها قلنا ان اللي النورمون اب producción بيبقى اقل من آآ تلاتين ملي جرام على الاربع وعشرين ساعة مaniu لايه لو كان من تلاتين دي تلاتنين ملي جرام على الاربع وعشرين ساعة الميكو الايبنوريا لو كان في تلاتنين من خدمات على الاربع وعشرين ساعة و hotels ازاي ما اتفقنا بتفيدني في عملية وكمان. اه في سؤال بس اه خاص با لازم نوقف لازم نوقفه قبل الصغة اه للكلة. لا هو مش الصغة للكلة هي ديت اه دي بتستخدم في اي حد بيعمل آآ سواء بيعمل او بيعمل اي تكنيك بيحتاج في بتاع الكنتراست ميديا ديت. المشكلة ان احنا لو ربنا احيانا وكملنا في المعادرة الجاية هنتكلم بالتفصيل عن حاجة اسمها ومنهم الكنتراست ميديا. دي بتعمل دي نوع من انواع اللي هو اه المشكلة ان الاشخاص الطبيعيين انه بياخدوه زي انا اتفاقنا انه هو بيزود لي نسبة اللاكتك اسد في انه هو اه ما بيبقاش مشكلة عند الشخص الهلسي. لان في الشخص الهلسي اللي بيقدر انه هو يعمل دي كمية اللي متكونة ديت. اه اما الاشخاص اللي بيبقى عندهم اه زي واحد عنده او واحد بياخد اه يبقى في الحالة ديت لازم اوقف عشان ما يحصلش ده بيوقفه فترة صغيرة ببتدي اعملوا بعد تمانية وربعين ساعة بعد ما كنت اكدت من السيرم كرياتين رجع تاني المعدل الطبيعي. اه يعني معناه ان اللي هو اللي حصلت من ابتدى يحصل لها اه ابتدى الجسم يرجع الوضع الطبيعي تاني وكيبه يتقوم بالوظيفة بتاعتها ساعتها اعمل تاني في سؤال المقرس بيبان في التحاليب انه زيادة نسبة البروتين. هو المقرس انه هو وهو دوت اللي بيدل عليه انه هو عشان كده هو من الحاجات الاساسية او هي اللي بتبقى مسؤولة عن الدول. اه انا بشكركم يا جماعة لما يدي تاني بنؤدوكم. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتم من المحاضرة. وان شاء الله اشوفكم تاني على خير ان شاء الله لو كانت في العمر بطيب. سبحانك اللهم وبي حمدي. مشهد ان لا اله الا انت ما استغفرك وانتوب اليك. نشوفك على خير يا اشتركوا في القناة.